اشتركوا في القناة بليدسو شركة بليدسو تكنولوجيز وهو في الثالث عشر من العمر وصار مليونيرا بعد سنتين من تأسيسه الشركة شركتهم متخصصة بمجال تقنية المعلومات والتصميم وبلغ عدد موظفيها مئة خلال سنتين من اطلاقها في المرتبة التاسعة ويلو سميث الثروة أربعة ملايين دولار هي ابنة الممثل الشهير ويلو سميث بدأت بجني الملايين مبكرا وذلك من خلال مشاركتها بعدة أفلام وهي بعمر سبع سنوات قبل أن تتجه للغناء وهي في العاشرة من العمر في المرتبة الثامنة أخوها جايدان سميث الثروة ثمانية ملايين دولار ابن ويل سميث هو الآخر بدأ مشواره الفني منذ الصغر شارك والده بطولة فيلم The Persist of Happiness حين كان في الثامنة وقبل بلوغه الخامسة عشر شارك في عدة أفلام ناجحة منها النسخة الجديدة من ذكرة كاد بالإضافة لأفتر إيرث الذي لم يحقق نجاحا كبيرا في المرتبة السابعة كلوي جرايس موريتز الثروة 12 مليون دولار كلوي مشهورة لمشاركتها في فيلم كيك آس بجزئيه الأول والثاني حيث لعبت دور الفتاة عصبية المزاج مسيرتها الفنية تتضمن العديد من الأفلام أحدثها فيلم The Equalizer من بطولة دانزل واشنطن ومع أنها لا تنحدر من عائلة فنية إلا أنها شاركت في عدة أفلام ناجحة ولقبت بالممثلة الأكثر شغالا في هوليوود في المرتبة السادسة أبي جايل بريزلين الثروة 12 مليون دولار هي الأخرى ممثلة صغيرة موهوبة شاركت أبي جايل الممثلة المخضر ميل جيبسون بطولة فيلم ساينز وهي في السادسة من العمر ولاحقا رشحت لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة مساعدة وهي في العاشرة وقبل ذلك شاركت في العديد من الأفلام مثل زومبيلاند ورانجو وإندرس جيم في المرتبة الخامسة ناك ديالوزيو الثروة 30 مليون دولار ابتكر نيك تطبيق ساملي والذي يلخص مقالة الأخبار بموجزات بسيطة وسهلة القراءة اشترت شركة ياهو التطبيق منه مقابل 30 مليون دولار قبل أن يلتحق بالجامعة ويتخرج في المرتبة الرابعة دانيال هوب مارشل بيركهيد الثروة 59 مليون دولار والدتها أنا نيكل سارعت في المحاكم لسنوات للحصول على جزء من ثروة زوجها السابق المقدرة بمليار دولار والتي ذهب معظمها لابنه الأكبر خسرتها للدعوة القضائية أدت لتعاطيها المخدرات ووفاتها جراء جرعة زائدة دانيال ورثت كل ثروة والدتها البلغة 10 مليون دولار وحصلت على 49 مليون دولار إضافية عن دعوة كانت والدتها قد رفعتها قبل رحيلها في المرتبة الثالثة نوكس وفيفيان جولي بيت الثروة 67.5 مليون دولار التوأم نوكس وفيفيان هم ابناء ثنائي شهير أنجيلين جولي وبراد بيت والذان تبني ثلاثة أولاد آخرين لكن يشع أن التوأم سيحصل على الحصة المالية الأكبر في المستقبل والدهما حقق ثروتيهما من التمثيل ويعتقد أن لدى التوأمين ثروة كبيرة من الآن في المرتبة الثانية آيفان أرشيفالدو جوزمان مليار دولار تتسألون من هذا الشخص؟ إنه الإبن البكر لزعام مافيا المخدرات المكسيكية خواكين جوزمان الذي هرب مؤخرا من سجنه والذي تبلغ ثروته التي جناها من الأعمال غير المشروع مليارات الدولارات سبق وحكم على والده بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية قضايا تتعلق بغسيل الأموال لكن لاحقا تم تعليق الحكم قبل هرب والده بفترة قصيرة نشر آيفان عدة تغريدات على موقع تويتر يشير فيها إلا أن والده سيعود ولا ندري كيف كانت ردة فعل الأبي تجاه تصرف ابنه الذي عرض حياته للخطر في المرتبة الأولى جورج أليكساندر الثروة أكثر من خمس مليارات دولار بعض الأولاد يريثون ثروات طائلة وسلطات نافذة عن والديهم والأمير جورج أليكساندر ابن الأمير ويليام والدوق كايت ميدلتن هو مثال على ذلك إذ يملك الأمير الصغير عقارة في المملكة المتحدة تقدر قيمتها بأكثر من خمس مليارات دولار بالإضافة إلى مئات آلاف القطع الفنية وعائدات يتوقع أنها ستتضاعف في المستقبل إذا كنت تفكر أن تهدي لجورج أليكساندر هدية يوم عيد ميلاده فأية هدية ستفكر فيها يا ترى إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟